هدف رونالدو الملغي في مباراة النصر والأهلي سيطرت تعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأهلي والنصر الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله رياضية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين الدوري روشن وشهد الشوط الأول تسجيل النجم البرتغالي كريستيان ورونالدو هدف التقدم العالمي قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفار ويقرر إلغاءه بسبب التسلل وحرمت تقنية الفيديو فار النجم البرتغالي كريستيان ورونالدو من تسجيل هدف النصر الأول في الضقيقة الثانية واربعون من زمن المباراة بداعي التسلل وبكذا انتهينا من الخبر بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته